موسيقى صباح الخير العنوان الامني مازال في واجهة الاهتمام والموضوع الرئيسي في صحف بيروت في ضوء التطورات الاخيرة في لبنان وايضا تطورات الجارية في سوريا والعراق هذا الملف بتداعيته سنتابعه في حلقة اليوم مع المستشار الاول في حزب الانتماء اللبناني دكتور رباح ابي حيدر اهلا وسهلا فيك من جديد كما سنتابع معا ملفات انتخابات رئاسة الجمهورية الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء والاوضاع المعيشية في لبنان بالمشهد العام بالنسبة لوضع لبنان سنبدأ حديثنا من خلال تعليق على كاريكاتور حبيب حداد بجريدة الحياة حيث رسم كرسي الرئاسي اللبناني مثبت فوق عائم خشبي يرفع العلم اللبناني وسط امواج عاتية والكرسي مثل ما شايفين فارغ هل لبنان هو بهذا الوضع يعني يكاد يغرق وسط الامواج العاتية وهل هالرافعة يلي عليها الكرسي اللبناني قادرة تحميه؟ يعني هايدي رافعة مهرية تقريبا وكرسي مائلي باتجاه البحر اكتر مما هي مائلي باتجاه البر والهدوء والعلم كذلك الامر يكاد يسقط في البحر لبنان بهذا الوضع اليوم دكتور ابي حيدار؟ اكيد لبنان بهذا الوضع منذ فترة طويلة يعني واللي عم بيحاولوا انقاذه وما عم ياخدوا الارار الصحيح ولا الشجاع باتجاه رفع هذا الظلم عن لبنان او هذا الواقع وما هو هذا القرار؟ القرار يتطلب رجال دولي ويتطلب ناس الى علاءة بالبلد الى علاءة بناسها البلد الى علاءة بمستقبلها البلد الى علاءة بدستورها البلد الى علاءة بأنونها البلد نعم ودوره ايضا لانه هذا البلد هو دور مختلف كل الاختلاف عن واقع المنطقة اللي نحن بتحيط فينا فهذا الدور مستهدف نحن شو نفعنا؟ شو اهميتنا اذا بيزول الدور اللبناني القائم على حالي كل الناس بيعرفوه لبنان له ميزي له وضع مختلف كل الاختلاف عن سوريا كل الاختلاف عن العراق كل الاختلاف عن مصر نعم هل بتشوف انه هناك من يسعى لان يكون لبنان بهذا الوضع لان تزول هوية لبنان او دور لبنان كنموذج اذا بدنا نقول مختلف يعني كلمة هناك من يسعى يعني كلمة هيك مخففة كتير كتير للواقع ولا الصورة اللي نحن ولا الواقع اللي نحن عايشينه لبنان هلأ صار باتجاه باتجاه اخر يعني صار الخمسين بالمية صارت ستين وسبعين بالمية باتجاه الواقع اللي نحن رافضينه نعم يعني بدون يشبهوه بسوريا بدون يجعلوه مماثل للعراق الآن يعني هيدا الدور ظاهر ومبين وعن بيحقق يعني انجازات متقدمة ونحن بعضنا منهدق ومنحط مورفين ومنوعد الناس بحلول ايجابية وبصيف يعني في مصطفين وفي مصاري يعني نعم ولكن هل نحن القسم الثاني رح نخصصه لوضع لبنان اقتصاديا وغير ولكن هل بتعتقد انه لبنان جزيرة معزولة دكتور أبي حيدر وبالتالي هل يمكن فصل وضعه وحالته عن ما يجري في المنطقة ككل وكيف بتفسر كون هذا البلد أرض خصبة لتبادل الرسائل لتسجيل التحديات بين الدول الأقليمية إذا بدنا نقول زعمات اللبنانية هي الأرض الخصبة لإرسال وإيصال الرسائل اللي عم توصلنا يعني أما الناس أما الأرض اللبنانية فهي أرض مشابهة لكل الأراضي الموجودة بالعالم يعني وقالت لبنين وجد قيادات سياسية في بلد ما وفي مكان ما لا شك أنه هذه القيادات السياسية هي اللي بتحدد مسار ومستقبل الأرض اللي هني فوقها نعم ولكن بس بقدر تعمل أكتر من مكان يعني هل بالقوة بتم هذا الأمر أم بتوافق كل اللبنانيين لا ما تم كل شي بالقوة ما صار كل شي بالقوة مصادرة القانون الاعتداء على الدستور الاعتداء على الحريات العامة الاعتداء على مؤسسات الدولة مصادرة مؤسسات الدولة هيدي بعدها يعني ضمن مسألة يعني غير مرئية وغير منظورة أخذت شكل من أشكال الديمقراطية يعني بأكترية معينة مؤلفة من مسيحيين ومسلمين صارت هذه الأمور وين صارت هيدي بتصير باللحظات اللي هني يعني ينقضوا فيها على الدولة أما بالمرحلة اللي ينقضوا فيها على المواطن اللبناني وعلى الدولة اللبنانية وعلى النظام اللبناني وعلى الدستور اللبناني وعلى الانتخابات اللبنانية ما كان فيه أبدا شيء بينحكى عنه أنه هذا ما شيء معارض ومعتدى على كل اللبنانيين فيه اليوم يعني التطورات الوضع الأمني رجعت تقدمت كل العنوين جريدة الديار سألت هل سقطت المظلة الأقليمية الراعية لأمن واستقرار لبنان ونقلت عن مصادر ديبلوماسية أنه ما حصل ويحصل يؤكد أن الملف الأمني عاد إلى الواجهة بوجود أخطر الإرهابيين على الأراضي اللبنانية كيف بتفسر عودة هذا الملف إلى الصدارة وهل ممكن يكون ترجمة لسقوط المظلة الإقليمية الراعية لأمن لبنان يعني الإرهاب موجود والإرهاب ممثل بقوى مشاركة بالدولة وبقوى خارجة عن إرادة الدولة أو عن إرادة النظام القائم في لبنان نحن نعيش في ظل قوة يعني قوة تسيطر على كل شيء في البلد نعم وبتتهم الآخرين بأنه نهمني إرهابيين يعني إذا طلعت خليه هون أو خليه في مكان آخر وهذه أمور يعني لبنان عبر التاريخ مخترق في هالجانب أما وقت اللي بيكون في قوة فاعلي بالشكل اللي هي موجود فيها حزب الله مثلا واللي هو بيمارس كل ما له علاقة بالخروج على من حقوق وواجبات للمواطن اللبناني نحن منعتبر أنه هيدا في خاني وهيدي ظاهرة البسيطة في خادم الماسلي إلا نحن منعتبر أنه نحن في قوة خارجة على قانون الدولي وعلى حقوق المواطن اللبناني هذه القوة نحن بحاجة إلى ضبطها نحن بحاجة إلى نظام وقوة سياسية تقدر تردها إلى مواطنيتها وإلى دورها اللبناني مش دورها الإقليمي أبدا أنه هو مكلف فيها أصلا هذا الأمر هل هو بيد حزب الله أم بيد إيران؟ هذا الأمر بيد إيران ولكن لجم هذه القوة ووضع حد إلى نفوذها وفعليتها هو مطلب لبناني وبيد الدول اللبنانية ما فات الأوان على هذا الأمر؟ نعم ما فات الأوان؟ لا يجب أن لا يفوت الأوان يجب أن أنا من حقي كمواطن لبناني أنا من حقي كإنسان لبناني أن تقوم دولتي ونظامي متقاضية الضرائب والقيمي على هذا الواقع الآنوني وما شابه ذلك قدام الرأي العام العالمي وقدام الضمير الإنساني أنا بطالب أنه يكون إلي حق أنا إلي حقوق كيف تتخلى عنها الدولة اللبنانية ولا بتطالب فيها وبتعترف أنه هذا جزء من الواقع اللبناني نحن لازم نقبل فيه الجزء على أساس أن هذا الفريق يمثل أغلبية إذا مش أكتر شوي الشارع الشيعي وبالتالي كل إجراء أو كل تصرف ما حياله يعتبر إجراء ضد طائفي بأكملها دكتور أبي حيدر نحن في دولة في دولة فيها شيعة وفيها سنة وفيها موارنة فيها أرثوظة فيها دروس يعني نقطة الضرف يمكن بمكاننا هذا الأمر بس نحن لسنا في دولة أبدا بتعترف بأنه إذا كان في فريق بمثل الأكثرية يعني بيحط إيده على دولة وبصادر حقوق الناس وبالضبط بصادر حقوق أولا حقوق الناس اللي اسمهم من هذه الطائفي فنحن نقاتل ضمن الطائفي الشيعي نحن نقاتل ضمن الطائفي الشيعي لاسترداد لبنان مش نحن أبدا 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 نحن لا نخضع إلى هذا الفريق من الشيعة أو ذاك نحن نخضع للقانون اللبناني والدستور اللبناني ونحن مع الأخوة اللبنانية والطاعات اللبناني المنفتح أنا أمام القانون اللبناني أنا بحمل التذكرة اللبنانية محطوط بالخاني التالتي والرابعة والخامسة أني أنا شيعية وأنا سنية وأنا درزي أما التذكرة من برة في صورة الأرزي في صورة الجمهورية اللبنانية فأنتوا بتفتشوا على المسائل الصغيرة وتتركوا المسائل الكبيرة لا هذا باعتقادنا نحن أنه نوع من التقصير ونوع من التغاضي ونوع من قبول العنف والاعتداء على الدولة والاعتداء على كرامة الناس رئيسة ما يمكن تتغير الظروف الأقليمية المحيطة في لبنان ما في حدا ناطر كاريتاس لا تجي ولا ناطر مساعدي كرتوني من شان تجي هيدا قرار بتاخدوا الرجال رجال الدولي بتاخدوا حتى لو كان هذا القرار بفجر بلد لا هيدا القرار ما بفجر بلد يعني منتذكر بسبعة أيار قرار كان بعده على الورق ما بدأ تطبيقه وما حصل فيه بسبعة أيار ما أررنا نحن أبدا أن نجابه من قاوي بسبعة أيار صار فيه تراجعات كبيرة عند القوى السياسية وصار فيه نوع من الرعب الخسائر وقعي الاستمرارية بالمقاومة كانت مطلب أساسي وضروري وكانوا اللبنانيين كلهم عندهم استعداد بأنهم يقوموا ضد هذه الظاهرة ليش بفترة الأمصار السودة اللاحقة شو اللي صار لا نحن بدأ نتخلى عن بدأ نتخلى عن الهيك الأشياء اللي نحن بنعتبرها أنه هاي دي الليكس بدأ نتخلى عن الليكس لأنه غيرنا تخلى عن الليكس وصل وحط إيده عن الليكس نحن بعضنا متشابسين بمسائل وبأوهام اسمها أنه نحن ممكن نوصل إلى تفاهم نعم لا نحن لا نعتقد أبدا في مشروع عم يتحقق خطوة خطوة وبشكل ناجح وأساسي هذا المشروع يجب التصدي إله بكل وضوح مش مثل الاندعام اللي بتحط رأسها برمال طيب اليوم عودت العنوان الأمنة إلى الواجهة شو تفسيرك لأله هل هو هون بدأ رجع لسؤال جريدة الديار قيل أنه في مظلة إقليمية تحمي لبنان أثمرت حكومة بعد 11 شهر وغيرها وأثمرت استقرار أمني وإنجازات أمنية بحد الأدنى اليوم تخربط هالوضع هل هو مرده سقوط المظلة الإقليمية؟ نحن برأينا أنه المظلة الإقليمية ساقطة بحكم الموقف الأميركي يعني الرئيس أوباما وإدارته نحن برأينا أنه هي تخلت عن دورها وتخلت عن رسائلها اللي بعثتها لشعوب هذه المنطقة ومنها الشعب اللبناني يعني الربيع العربي اللي نحن بدأناه بالألفين وخمسة وما كفيناه تخلت لصالح إيران أم تخلت بالمطلق؟ لا تخلت لمسألة العلاقة بطبيعة أوباما نعم بطبيعة أوباما وبطبيعة الحزب الحاكم عنده نعم يعني لو كانوا جمهوريين في الحكم بالولايات المتحدة الأميركية كان الموقف مختلف كل الاختلاف عما نحن نعاني منه اليوم هل بتشوف هذه الإدارة أقرب اليوم إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية مما هي إلى دول المنطقة الأخرى؟ وهون شو رأيك بالتواصل الإيراني الأميركي اللي عم بتم التعويل عليه أن يتقدم إجاباً بالمرحل المقبلة؟ يعني نحن عم يشوف أنه أوباما عم يفتش عن نصر عن ورق التين يستر فيها واقع إدارته التقدم النووي مع إيران هو هذا النصر؟ أم هو مصلحة بالنهاية؟ مصلحة للقرية؟ هو يعني ربح الانتخابات الأولى والثانية على أساس أنه هو يريد يخرج أميركا من الخسائر إن كان في أفغانستان أو كان في إيران وتم هذا الأمر على حساب المصلحة الأميركية ومصلحة الشعوب في العالم واللي عم يجرى هلأ نحن منشوفه أنه هو نتيجة السياسة المتعثرة لأوباما واللي هي غير واضحة في المنطقة يعني كانت وعوده أكبر لشعوب هذه المنطقة مثلاً نحن منشوف أنه أوباما خلال ثلاث سنوات يتعرض الشعب السوري والثورة السورية تتعرض إلى هذا الدم الكبير وما تحرك أبداً يعني يهدد ويتوعد ويقدم ويأخر مبارح بالعراق شوي شوي داعش عملت بدأ يقدم حاله كحامي للنظام في العراق طيب تتم لهالمواقف الأمريكية التراجعية حيال المنطقة هل تخشى أن نصل إلى يوم تعهد به الوئة المتحدة لإيران أمور المنطقة مقابل تقدم بالملف النووي يعني أوباما صار له أكثر من سنتين بولايته الأخيرة أعتقد أنه لا الشعب الأمريكي ولا الإدارة الأمريكية بتقبل بهذا الواقع نحن الشعوب دايماً ما بتنتظر التغيير خلال يوم ويومين ولكن تنتظر التغيير خلال ما تقدم بفترات زمنية طويلة أنا بتصوري أنه نحن سنستعيد استقلاليتنا سنستعيد حرياتنا في هذه المنطقة وسنضع حد للمشاريع اللي إلى علاقة بإقامة دول وأنظمي طائفي ومذهبي بالعنوان الأمني أيضاً بلدة الطفيل دكتور أبي حيدر عادت إلى الواجهة من جديد بحسب المستقبل ولكن من زاوية مختلفة هذه المرة تجسدت بسقوطها كلياً في قبضة حزب الله وكتائب الأسد ما دفع نحو 110 عائلات لبنانية وسورية للنزوح منها باتجاه الداخل اللبناني احتلال الطفيل كما وصفته المستقبل بالمانشات هل يمهد لتغيير ما على أرض الواقع في المرحلة المقبلة؟ ما في شيء رح يتغير بالمرحلة المقبلة إذا لم يتخذ اللبنانيون والقادي اللبنانيين إذا لم يتخذوا قرار بالتصدي لهذا الواقع هذا الواقع يعني اللي نحن منعيشه إنه بلدة الطفيل تسقط في يد جيش بشار الأسد وتسقط في يد ميليشيا حزب الله ما بيصير هيدا نحن الدولة اللبنانية وين موجودة هي؟ هؤدي المواطنين نحن منستقبلهم فقط حتى نقويهم يما مندافع عنهم في منازلهم وفي مساكنهم والحجج التي يعطيها حزب الله يعني إنه لو لا التدخل في سوريا لكانت داعش في لبنان حماية المقامات الدينية حماية اللبنانيين من الموجودين على الأراضي السورية يعني بكرة إذا صارت الدولة الفلسطينية دولة عظمة وفي مخيمات فلسطينية ومواطنين فلسطينيين بحق للفلسطينيين أنه يجوا يدافعوا عن الفلسطيني الموجود في لبنان أو عن السوري الموجود في لبنان أو ما شابه ذلك هيدا منطق غير مقبول هيدا منطق خاطئ هيدا منطق في كتير من البلف للناس في كتير من الضحك على الرأي العام أما الناس اللي بتفهم بتعرف إنه هيدا أعذار هيدا أعذار ما إلها أبدا 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 هيدا الناس الوسطة بيصدقوها الشارع الشيء مقتنع بإنه هيدا أعذار دكتور أبي حيدر في عدد كبير من الناس يلي عم يبعث ولاده يستشهده مقتنعين؟ عم يبعث ولاده أنت بتعرفي وقت المنأمن نحن مناخ صالح لإديولوجية معينة في مكان ما منعطيهن التربية ومنعطيهن التعليم ومنعطيهن الاستشفاء ومنعطيهن حق التوظيف ومنعطيهن حق احتلال الأرض ومنعطيهن حق الاعتداء على الدولة أنت بتتصوري أنه هاودي ناس ما رح يروحوا باتجاه البروباجوندا اللي بتقول أنه نيني رايحين منشان يحموا فلان وفلان من الأملياء والأولياء لأنه ما عم بيتقدملهم بديل دولي ما عم تقدم بديل الدولي ما عم تقدم مؤسسة تعليمية ما عم تقدم استشفاء صحيح ما عم تقدم وظيفة مستئلة وحرة كله رابطوا بالزعماء هاودي مش عم تحمي المشاعات مش عم تحمي القانون مش عم تحمي النظام مش عم تحمي الرئيس بر اليوم بشوف بحسب الجمهورية لمواجهة هالوضع الأمني أنه المطلوب الاستثمار العاجل بالأمن وسيدفع الحكومة كما قال باتجاه تطويع 3000 عنصر للجيش والف عنصر للأمن العام والف آخرين لقوى الأمن الداخلي حتى لو كان الأمر مكلف هالموضوع سؤل عنه وزير الداخلين وهذا المشنوق بالسفير فعلم أنه كان طرح بآخر اجتماع أمن بالسرايا تطويع 10 ألف عنصر بالجيش والقوى الأمنية لمواجهة أتحاديات المتزايدة هذا باب يمكن من هذا باب مثل شركة الكهرباء حشينا فيها اللي بدنا إياه وبالآخر تنفيع يعني أكثر ما هو فعلي مثل مؤسسة الأعلام طبعا الدولي ووزارة الأعلام نحشينا فيها اللي بدنا إياه هلأ كذلك الأمر الحشوي مطلوب مطلوب هؤو دي الناس اللي بيزمروا بيطبلوا لهذه القيادات المطلوب أنهن يشتغلوا بس يشتغلوا أحساب مين؟ أحساب الدولي ويقبضوا أحساب الشعب اللبناني الضمان هيك والصحة هيك وغيره كله هيك يعني أنت بتتصوري أنه نحن عندنا مشكلة بالعناصر الأمنية ما عندنا مشكلة بالقرار الأمني وبالقيادة الأمنية بالقرار السياسي بالقرار السياسي طبعا ما هو دي الأمنيين بيخدموا الضابط بالمنطقة الفلانية بيخدم يعني مثل هالخطوة برأيك ما بتقدم وبتأخر على الصعيد الأمن لا لا هيدا حشو للدولي هيدا حشو باستهلاك للدولي يعني بتفوت من طيفتي العدد البديكية وأنا بفوت من طيفتي العدد التاني 6 و 6 مكرر حتى بهذا الموضوع بس خزينة الدولي بعد تحمل حشو من هذا النوع خزينة الدولي ما بتحمل أبدا خدي مؤسسة الكهرباء مثلا الخسائر مليار و 800 مليون أو أكتر بتتكرر 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 ونحن بعضنا منقول أنه هيدا مؤسسة لازم نحن نرجع ننعشها لا 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 فيه أشياء كتيري بالبلد عم تاكل الناس عم تاكل حقوق الناس عم تاكل التطور عم تاكل التقدم عم تاكل كل المسائل اللي إلا علاقة بالخضارة وبالأمن بعد الفاصل حنكمل حديثنا ننتقل من الأمن للسياسي ومن ثم الاقتصادي رح ناخد إذن أول فاصل بيسي الحل أو منعود لمتابعة هذا الحديث مع دكتور رباح أبي حيدر ترجمة نانسي قنقر